تفاصيل سجن الشاعر السعوجي المعروف زياد بين نحية ومن الذي تسبب في سجنه للمرة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعوجي وليد الدواس عن حصوله على حكم بسجن بحق شاعر بارز لفق له اتهامات كيدية وبحسب الصحيفة أوضع الشاعر بالفعل الشاعر السعوجي في السجن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية في حقه بتهمة الكذب والتدليس وتعمل تشويه الصمعة والإساءة وذلك بعد أن وجه اتهامات كيدية إلى وليد الدواس ونشر وليد الدواس فيديو عبر حسابه على تطبيق سناب شات تكلم فيه عن تعرضه لأزى كبير من هذا الشاعر ولكنه انتصر في النهاية لكونه صاحب حق في دولة عظيمة وقال وليد الدواس قبل سنة في واحد حربني وأزاني وفي المحاكم بس الحمد لله وبشركم كسبنا القضية وتكلم كلام جارح علي وتفاصيل كثيرة أزاني بس الحمد لله نحن بدولة عظيمة حقق ما يجيع إذا أنت أخطيت ولكن الحمد لله مهما حدث فأنا إنسان لست بصليت اللسان وربنا سبحانه وتعالى حكيم وعادل وعندنا دولة عظيمة وحول إمكانية التنازل عن القضية علق وليد الدواس أنه صاحب قلب رحيم وهو تلميح لنيته في التنازل رغم أن وليد الدواس لم يكشف عن هوية الشعر إلا أن الجمهور ربط بين الأزمة التي اندلعت بينه وبين الشعر زياد بالنحيط قبل خمس سنوات يذكر أن سبب الخلاف أن صخر بالنحيب من وليد الدواس عبر سناب شات متهما إياه بكونه مجرد أداة للتسلية والطرفية ورد وليد الدواس على ذلك لتخلفه عن سداد مستحقات مالية تخص متعهد وتهربه من ذلك فقام رجل الأعمال بسداد مستحقات المتعهد شكرا على حسن المتابعة تحية ليكم والسلام عليكم ورحمة الله